لو هنتكلم عن ملف الصلاة شايف ايه اهم ملف دلوقتي هتبتدي بيه طائرة يد بسكت ايه اللي هتبتدي بيه مش موضوع هبدأ بايه هنبدأ بايه على قد ما احنا النهاردة اول حاجة بندور عليها كمجموعة او كقايمة ان شاء الله مؤحدة بازن الله ان يبقى فيه استقرار في كل اللي تجات استقرار اداري استقرار مادي استقرار النادي الزمالك قدام كل الهيئات والمؤسسات يبقى عندك شكل النهاردة او لازم يبقى ليك شكل استراتيجي النهاردة مش لينا احنا كمجموعة بس لا احنا كمان بنحاول نساعد بإذن الله رب نكتب لنا النجاة اللي هيجي بعدينا ان يحس ان فيه تراك وماشى عليه مظبوط مفيش النهاردة العشوائية اللي كانت موجودة الفترات اللي فاتت لا احنا محتاجين يبقى فيه استقرار ده اقام نقطة من دور عليها لشان تبدأ النهاردة يبقى فيه الشكل دي تريس المظبوط محتاج تبدأ من بزرة من تحت انت عندك في قطاعات النشين في اغلب الالعاب النهاردة فيه منجم دهب موجود في كل القطاعات لو انت وصيتي النهاردة الفترات اللي فاتت اغلب النجوم النهاردة كجمهور الزمالك او الناس اللي بس النادي الزمالك عندهم حب ليهم زيادة هتليهم هم ولاد النادي او ولاد قطاعات النشين في تحت النادي فانت النهاردة عشان تشتغل صح محتاج توفر لهم المناخ والامكانيات اللي تساعدهم النهاردة انهم يطلعوا لقدام النهاردة انت لو عندكش النهاردة ملاعب او صلاة النهاردة كافية النهاردة ان الولاد دولي يقضوا وحداتهم التدريبية بشكل مكسف وشكل منتظم النهاردة عشان يبقى فيه تطول لمستوياتهم اكتر محتاج النهاردة فيه مساعدة للمداربين اللي موجودين في القطاعات النهاردة يبقى فيه مساحة تطوير اكتر ليهم زكاد بمعاشات من ناس داخل مصر أو معاشات من ناس خارج مصر يتقدر يطوروا الشكل العلمي للمدربين أو الناس المسؤولين الإداريين لنادي الزمالك محتاج النهاردة الولد نفسه اللي بيلعب في قطاعات الناشين يحس أنه فعلا بيمس النادي كبير هو اسمه نادي الزمالك لازم يحس أنه بيستلم شنطة النهاردة من نادي الزمالك فيها كل الأدوات النهاردة اللي هو يحس زي بقية الأندية المنافسة أغلب الفترات اللي فاتت كلنا النهاردة معصرين وشايفين الأندية اللي بقى دقى بقى لها سلاتين ثلاثة ولسه متكونة من قريب يبقى النهاردة الولاد اللي بيلعب في نادي الزمالك بقى عايزين يروح هناك عشان يشايفين إمكانيات لزمالهم أفضل من نادي الزمالك نادي الزمالك اسم كبير أو براند زي ما الناس بتقول براند محترم النهاردة قدرت تشتغ عليه في شكل professional أكتر محتاج النهاردة تحس الولاد النهاردة أن انت بتلعب في اسمه كان كبير اسمه الزمالك النهاردة لازم يبقى فيه شكل ليهم في شكل التغذية في شكل الباص النهاردة اللي بنقلهم للأماكن المتشب بتاعتهم لازم يشايف أن هو بيلعب في نادي اسمه الزمالك فبشوف أن انت النهاردة لازم تشتغل معهم بشكل نفسي أكتر وتغرس فيهم قيمة الزمالك أكتر جواهم فأنت عندك أدوار كتير النهاردة محتاجة الحمد لله أنا أظن علاقتي كويسة بالولاد كلهم والشابب اللي موجودين في القطاعات وفيه سكوة متبادلة بيننا وبين بعض فإن شاء الله قدر أخدم عليهم وقدر أساعدهم وفولهم المناخ اللي قدر يفيد نادي الزمالك في المستبل إن شاء الله